موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج ما وراء الوجوه في بعض الأحيان نتعرض في حياتنا للعديد من المشاكل والضغوطات وهذه الضغوطات تجعلنا في حالة تساؤل دائم متى؟ سنصل إلى بر الأمان خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بشخص عزيز علينا من ذو الإعاقة حيث يجب أن نحسب للكلمة قبل أن تخرج من أفواهنا ألف حساب ومراعاة لشعوره وخشية على نفسيته اليوم سنتحدث عن الصحة النفسية لذو الإعاقة وعن كيفية التعامل معهم لحمايتهم من الاضطرابات النفسية وعن الضغوطات النفسية الكبيرة التي تقع على عاتق الأهلي مع ضيفتنا الأستاذة أمنى الزعابي أخصائية نفسية ومدرب حياة مساء الخير أستاذة أمنى مسيت بالنور أستاذة عاشة أستاذة أمنى في الحقيقة بما أن اليوم وضع حلقة نتكلم عن الصحة النفسية وقبل أن ندخل في حوارنا لهذه الحلقة ما هو مفهوم الصحة النفسية؟ أختيت عددت التعريفات لمفهوم الصحة النفسية ولكن منظمة الصحة العالمية تجد أنه الحياة التي تتضمن التفائل والاستقلالية والاكتفاء الذاتي في مجال الصحة النفسية أستاذة عاشة نحن نرتكز على أربع ركائز أساسية الركيز الأولى هي قدرة الشخص على التكيف مع ضغوطات الحياة والتعايش معها هذا معنى أن الضغوطات تكون موجودة في الحياة ولكن كيفية تعاملنا مع هذه الضغوطات وكيفية تعايشنا معها هي التي تخلط نوع من الصحة النفسية الركيز الثاني قدرة تشعل العمل والعطاء بكفاءة الركيز الثالثة إحساسنا بأن قدراتنا تتواكب مع تطلعاتنا والركيز الرابعة نعم تركز على موضوع أنا كشخص ليجب أن تكون لي كلمة ويجب أن يكون لي دور فاعل في الجماعة التي أنتمي إليها إن لم يكن في المجتمع الذي يعيش فيه نعم إذا نستاذ أمنى مع هذه الركائز الأربع الحقيقة لو نأتي إلى ذوي الإعاقة ما هي المعاناة التي قد يعاني منها ذوي الإعاقة وتتولد منها مشاعر سلبية أغلب الذوي الإعاقة يعانون من مشكلة عدم التقبل أو الرفض أو الإحساس فيه حتى لو كان مجرد الإحساس فيه كثيرا منهم تنتبه مشاعر الإحباط نتيجة صعوبة المهام المطلوبة منهم في محاولات تأدية المهام ولكن مشاعر الإحباط من عدم النجاح أحيانا تكون جدا مؤلمة لهم أحيانا عدم وجود داعم لهم سواء داعم وخلينا نركز أفرق بين الدعم الإيجابي والدعم السلبي الدعم الإيجابي جدا مطلوب عند ذوي الإعاقة ويحبون أن نساعدهم ونسهم في أن نأخذ بيدهم عساب ينجحون وعساب يحققون نجاحات الدعم السلبي معنات أني أنا قدم للمساعدة بصورة مبالغ فيها بحيث أن تحد عن أنه يتطور ويتقدم كذلك عدم الشعور بالأمان أحيانا أو عدم الشعور بقبوله أو مقارنة بالضبط قبوله أو رفضه أو عداء يعني إذا لاحظ فيه تمييز في العلاقة بينه وبين الأشخاص الآخرين سواء الأخو أو الأقران نركز هنا بعد على نقطة مهمة وأساسية أن غالبا التمييز ليس بالضرورة يكون تمييز سلبي أحيانا يكون اهتمام مبالغ فيه من قبل الأهالي أو للوالدين أو للأشخاص في المجتمع المبالغة في الاهتمام يعتبر نوع من التمييز لهم نعم كذلك أستاذ أمنى بالنسبة للحاجات الأساسية لذوي الإعاقة إن أتينا إلى الفئة فئة الأطفال فما هي الحاجات الأساسية بالنسبة لهم أول شيختي يجب أن يحسون بالحب والأمان والإحتواء من قبل الوالدين خاصة ومن قبل الأم بشكل عام إذا الأم لم تحتوي الطفل حتى لو تحصل على الحب والعاطفة من كافة فئة المجتمع يشعر بالنقص ويشعر بأن هناك شيء ناقص لنا فوائد مهم ضروري وضروري احتواء الوالدين لهذا الطفل تقبله مثل ما قلنا وعدم تمييزه عن الآخرين مهم جدا عنده أن ندعمه وأن نأخذ بيده وأن نساهم في أن نطور من قدراته محتاج الطفل من دول العاقة أن نعطيه فرصة حال حال الآخرين ونحاول أن ندمجه ولا نشعره بالتمييز عن الآخرين هذا الدعم أستاذ أمنا ممكن نعرف صور هذا الدعم كيف منه ممكن الأم تحتوي طفلها وكيف الأم ممكن تشجع على خوض هذه الحياة الموضوع وايد سهل أختي عاشها إذا ولية الأمر تقبلت هذا الموضوع تقبلت أن الطفل ممكن يكون مختلف وأنا ممكن أدعمه لأن نظرة الأم هي التي تجعل باج الأشخاص يتقبلون الطفل أحيانا ردود الفعل السلبية من ولي الأمر تأثر جدا على نفسية الطفل وبالتالي يشعر بعدم القبول ولا أقدر أجبر حتى أفراد المجتمعين يتقبلون الطفل في حالة أن الأسرة بحد ذاتها غير متقبلت أستاذ أمنا ما هي أعراض الإضطرابات نفسية لدى أسر ذو الإعاقة تترى أختي غالبا أولياء الأمور يصيبون بضغوطات نفسية ضغوطات اجتماعية وضغوطات اقتصادية ومالية وضغوطات نتيجة عدم وجود الخدمة المناسبة للطفل إذا بنأتي على الضغوطات المالية أو الاقتصادية يتكبد ولي الأمر الكثير من المصاريف لأن ذو الإعاقة غالبا تكلفتهم سواء تأهيلهم أو الخدمات التي تقدم لهم أو حتى المعينات التي يستخدمها باخضة الثمن فغالبا يرهق الولي الأمر ماديا وهذا يسبب على العباء التقبل الاجتماعي خاصة إذا كان من المحيطة أو الأسرة إذا لاحظ أن هناك تمييز في التعامل مع طفله كثير سبب لهم نوع من المشاكل في علاقاتهم الاجتماعية ويوصلهم مرحلة أنهم يعزلون الطفل عن إظهاره للمجتمع أو دمجه في المجتمع وما يخلونه يشارك نتيجة الحراج الذي يمكن أن يسبب له حتى نظرات الأشخاص لطفلهم في الأماكن العامة أستاذ أمنى بالنسبة على هذه المقاطعة موضوع الدمج وموضوع عزلة الطفل العزلة بماذا تؤثر على هذا الطفل؟ طبيعي أي شخص حتى لو كان عادي إذا عزلنا يفتقد الكثير من المهارات وما يأخذ ما تكون عنده فرصة لأنه يحظى بمزيد من المثيرات والمهارات سواء من ناحية الاجتماعية جدا ضروري أن ندمج الحالات خاصة من ناحية الاجتماعية لأن هذا يساهم في تطور مهاراته وفي تواصل مع الآخرين ويشعر بالقبول أن واحد منتمل للجماعة ومنتمل للأشخاص الثانين وما يتميز عنهم وهذه الشغلة تنعكس إيجابية عن مشاعره نعم كذلك نكبل بالنسبة للاضطرابات النفسية أستاذ أمنى بالنسبة لأسرة ذو الإعاقة إلى جانب أنه أحيانا يعانون من كثير من الضغوط النفسية والصحية تماما علماء الناس يقولون أن تسعين بلمية من الأمراض التي تصيب الإنسان البدنية ذات مرد نفسي فكثير من الحالات تصيبهم حتى أمراض عضال نتيجة عدم تقبلهم لوجود هذا الطفل بينهم أو للمشاعر السلبية حيال هذا الطفل مما يولد عندهم بعض الأمراض الصحية إلى جانب آخر كثير منهم يفقدون كثير من علاقاتهم الاجتماعية وما يشاركون في المناسبات الاجتماعية وتلقاهم حتى يعزفون عن التواصل مع أهاليهم يعني من خلال الاستشاراتين حالات كثيرة تعاني نفسيا من وجود الضغوط سواء من الأخت أو من الأم أو حتى من أحد أطراف العائلة خاصة إذا كان هذا الطرف عزيز علي فأنا كولية أمر لا أستحمل أي كلمة تقال فيه ابني لأنه يتم ابن عزيز على الوالدين فأحيانا تستوي كثير من المشاكل الاجتماعية ويعزفون حتى على المشاركات الأسرة في التجمعات في نهاية الأسبوع بالنسبة للإعاقة أستاذ أمن كذلك أنواع الإعاقة تختلف هناك إعاقات ربما بسيطة جدا هناك إعاقات ربما تكون دائمة وتجعل هذا المعاق طريح الفراش فكيفية تعامل أبا مع الأنواع أو شدة هذه الإعاقة مع هذا الشخص المعاق كثير من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أستاذ عايش تناولت أثر الضغوطات النفسية وهل تختلف إختلاف الإعاقة التي يعاني منها هذا الطفل أعتقد أن في دراسة تحضرني كانت في جامعة اليرموك على عينة من 222 أسرة الهدف منها أنهم شوفون أثر الإعاقة على الأسرة اكتشفوا أن الإعاقة الذهنية ذوي الإعاقة الذهنية أكثر عرضة للإضطرابات النفسية من ذوي الإعاقة السمعية والحركية والبصرية يعني في المرتبة الأولى الأشخاص الذوي الإعاقة الذهنية يعانون ويتعرضون لطوقات نفسية أكثر من الإعاقات الحركية والإعاقات البصرية وأخر الأشخاص الذين يعانون أو أقل حد الأشخاص الذين عندهم معاقات سمعية نعم كذلك رأينا الحقيقة بالنسبة بأن تخلق مجتمعات ومجتمعات رابطة وتكون يعني يكون ذوي الإعاقة مع المجتمع يدخل ويشترك في هذا المجتمع رأينا كذلك النماذج الجميلة بأن تخلق أسر لذوي الإعاقة فهذا أمر لو نرى لبعيد المدى بأن يكون هذا الشخص بأن يكون حالة من حالة أي شخص آخر على وجه هذا الأرض بأن يكون لديه أسرة بأن يكون لديه عمل بأن يكون تتوفر لديه سبل الحياة الطبيعية والمعتادة لأي شخص كان سبق وتحددت أستاذة على أساس أن على سبب أن أحصل نوع من الصحة النفسية لازم أكون عندي قدرة على العمل والعطاء وهذا الجانب يمكنهم من موضوع أن يشعرون باستقلالية ويشعرون بأن لهم دور في المجتمع ويشعرون بأنهم قادرين على العطاء وهذا كثير ما يحس من وضعهم واستقرارهم النفسي ويشعرون بأنهم أشخاص فاعلين لهم دور في المجتمع حالهم حال أي طرف ثاني أو فرد ثاني من المجتمع نعم طيب أستاذ أمنى وجود طفل في الأسرة من ذوي الإعاقة ما هو الضغوطات أو ما هي الضغوطات التي قد يخلفها هذا الطفل أستاذ عاش في دراسة جرىها شخص يدعى كروس على تغيير نمط حياة الأشخاص أولياء أمورهم في الأسرة يعني نمط حياة الأسرة هل تختلف بوجود شخص من ذوي الإعاقة أم لا كشفت الدراسة أن 50% أنه ما لا أثر وجود هذا الطفل على نمط الحياة لا يعيشونها و50% كانوا مؤكدين على وجود الأثر هذا الـ 50% اللي مؤكدين على وجود التأثير للطفل من قسمه لشقين شق شايف أنه وجوده إيجابي وشق شايف أنه وجوده سلبي دعونا نركز على الإيجاب أحيانا وجود طفل من ذوي الإعاقة يكون سبب قوي لوجود هدف مشترك بين الأبوين ويوثق من علاقتهم في بعض لأن عندهم هدف يبون يوصلونه يحققونه وهو رعاية هذا الطفل أحيانا أشخاص كثيرين برزوا في يعني بعد وجود هذا الطفل برزوا في مجال ذوي الإعاقة والاهتمام فيهم وتوصيل رسالة للمجتمع يحضرني اسم واحد يسمونه دكتور ياصر الفهد الذي أحدث نقلة في الوعي بخصوص الطرابطه في التواحد نتيجة إصابة طفله بهذا الإطراب كذلك إذا نركز على الجانب السلبي كثيرا من العلاقات توترت نتيجة وجود هذا الطفل واتينا من خلال الاستشارات حالات كثيرة وصلت لمرحلة الانفصال العاطفي وبعض الحالات وصلت لمرحلة الطلاق أحيانا وجود هذا الطفل يخلي أحد الوالدين يركز ويصب جل اهتمامه على الطفل من ذوي الإعاقة ويخلي على عاتق الأب الثاني أو الطرف الثاني مسؤولية بقية الأبناء فهذا يخل بالتوازن الأسري في الأسرة أحيانا خلي أضرب لك مثال على الحميات التي يستخدمونها في بعض الحالات مثل طرق في التوحد أحيانا ولي الأمر يصر أن يسوي حمية لطفله لكن تتخيلي أن هذا الموضوع ينفذونه بطريقة أن كل اللي في البيت يحرمون من بعض الأكلات وبقية الأخوة يحرمون من هذه الأكلات يعني الحمية لا تقتصر على هذا الطفل تقتصر على كل اللي في البيت فهذا أرد أحيانا أثر سلبيا على شعور شعور الأخوة الباقين لأنه يلاحظون أنه فيه اهتمام مبالغ بهذا الطفل وأهمال إلهمهم نعم كذلك أستاذ أمنى أكيد هناك دور استراتيجي من هذه الضوطة فكيف تمنهج في استراتيجية جميلة خلينا أقول إتيها في قصة أحد زميلاتي في مجال المهنة كانت تتكلمني عن حالة يأتي عندهم للتسجيل تقول دخلت علي حرمة ذات هندام جيد وبين عليها الاتزان والثقة تدفع طفل على كرسي متحرك المرأة كانت واد مهتمة بشكلها وبجسمها وبهندامها كذلك الطفل تقولوا أنا أسجل دراسة الحالة الاجتماعية للحالة اكتشفت أنها أم لخمسة كلهم مصابين بشل الدماغي وعندها طفل واحد سليم هذا الطفل السليم يقب مخلص الثانية العامة استوالح حادث وصار صاب شلل زميلتي تقول أنا توترت وما عرفت كيف أكمل المقابلة وياها بس الأم لحظت ارتباكة زميلة فقالت لها بس إحنا عارفين كيف ننبسط تقول بناتي يحبون الطبخ وكل يوم يطبخون لنا طبخة مرة لبنانية مرة شامية مرة هندية وحيانا يرضون ويطبخون لطبخة خاليجية والدي اللي صاب الحادث الحمد لله كان متعلم السواقة قبل ما يصيب الحادث والدولة وفرت للسيارة وحاليا يروح الجامعة ويأخذ أخوانا في ذربة للمراكز اللي تأهلهم وآخر السبوع طرانا ننبسط بعد أن نطلع السنمة ونطلع المولات والأهل ما مقصرين فينا سادين حوايجنا وحنا مأهلين كل في البيت كل الأثاث اللي في البيت بحيث أن كل شيء يكون سهل للوصول له من وراها القصة ممكن نستشف بعض الاستراتيجيات اللي استخدمتها هذه الحرمة للتخلص من الضوض أول استراتيجية أعتقد أنها تقبلت الوضع اللي هي فيه خاصة أن الأم هي الوحيدة اللي تقف على قدميها وأرملها يعني الأم ركزت على الجوانب الإيجابية اللي عندها وهي الركيزة الأساسية لحظة الأسرة بضبط ركزت على الجوانب الإيجابية اللي كيف ممكن أستغلها ما ركزت على الجوانب السلبية فقط بالتالي عندها شعورها بالتقبل كان وايد عالي واضح أنها حافظت على اتزانها من خلال التركيز على كافة جوانب الحياة يعني مركزة على الجانب الصحي ومركزة على جانب العلاقات الاجتماعية وهذا واضح من حديثهم بخصوص الدعم للترقام من الأسرة نعم ومركزة على الجانب الترويحي وهذا الجوانب كلها المفروض يعني يتم التركيز عليها أحيانا أولياء أمور اللحظ أنهم بعد وجود هذا الطفل يحسون أنهم عاشين في دوامة الأم تفقد حتى صداقاتها تنعزل عن ممارسة حتى هواياتها وهذا من الشغلات التي ممكن تنفس من خلالها وممكن تخليها أكثر قوة كثير منهم يفقد صحتهم وما يهتمون في صحتهم وإحنا محتاجين أنها تكون قوية لكي تقدر تأدي دورها بشكل مطلوب نعم فمن خلال قصة الأم إحنا استشفينا مجموعة من الاستراتيجيات أهم شغلة أختيه القبول في ديننا قالوا أنه مع العسر عسر ليس بعد العسر يسر اليسر غالبا مرتبط بالعسر فأي معظلة في حياتنا نكون على يقين أنه وراها يسر وخلنا ننظر للأمور الإيجابية ننظر للشغلات الإيجابية التي ممكن ترفع من طاقتنا الإيجابية وترفع من إيجابيتنا وتخلينا نقدم على الحياة هذا الإقدام على الحياة أستاذ أمن أكيد كالمثال ذكرتنا بالفعل هو احتواء حقيقي لإن كانت البعض ينظر إليها مشكلة والبعض ينظر إليها بأنها ابتلاء والبعض ينظر إليها بأنها فرج الحقيقة بأنه جزء سيكون من بعد هذا التعب سيكون جزاء من الله سبحانه وتعالى بيئة الخير ويكون أجر لهذه الأم أو لهذه الأسرة أهمية بأن نواعي الأسرة بأهمية احتواء ذو الإعاقة بأهمية تشكيل مجتمع حقيقي أعتقد هو دور أساسي ربما على المؤسسات إن كانت مؤسسات تدعم ذوي الإعاقة أو كذلك المؤسسات العامة في المجتمع بأكمل كثير من البرامج التوعية الخاصة بهذا المجال التي تحاول أنها توصل صوت ذوي الإعاقة وتبرز دورهم وتركز على الإيجابيات يعني كثير من الإيجابيات خلا قلت موقف استوالي من فترة مع وليت أمر كانت تياي تقول والله لأن الولد مثلا ما تقدم ولكن هذا طفلها الملتحق عندنا متميز رياضيا جدا وحاصد على العديد من الميداليات الذهبية والفضية في مجال الرياضة فقدت أسألها السؤال عشان أهدي من توترها في حد من عيالك محصل ميداليات كثير من محصلة إنها الولد فكانت إجابتها لا فقدرها أوكي خلنا نركز على الشغلات الإيجابية اللي فيه ليش تركزين على الشغلات السلبية فخلنا ننظر الأمور بإيجابية نعم أنظر لللي في إيدي لا أنظر لللي ممتوفر عندي نعم كذلك أستاذ أمنى بالنسبة لهذه النقطة الحقيقة وجود هذا الاحتواء كذلك وأن الأم كيف تخلق من ابنها نجم وأن تخلق من ابنها بطل دائما نستمع أو استمعنا الحقيقة لقصص ربما من كانوا يعني لديهم أسماء عالمية وصطر التاريخ بأسمائهم كأنشتاين يعني علامات يعني أشخاص دخلوا في مجال الطب وفي مجال أمور مجالات كثيرة أستاذة آمنة رأينا بأن ربما لو يعود الأصل بهم بأنهم ذوي إعاقة فدائما ولكنهم حصلوا الدعم نعم هذا هو الدعم حصلوا دعم قوي دعم معنوي هم محتاجين بس لدفعة لأنه حد يؤمن بقدراتهم نعم وحد يؤمن بإمكانياتهم وحد يوظف هذه القدرات والإمكانيات في المكان الصح دائما يقال بأن المعاق ليس هو المعاق إن كان معاق حرقي المعاق هو من يعطي الدماغة فهل تتفقين مع هذه المقولة؟ طبعا ونحن لا يوجد معاق في مجتمع معيق نعم في أشخاص معيق نعم بالضبط مجتمع معيق يعني لا يوجد معاق نحن المحتاجين أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الحالة وكيف نستغل أمكانياتهم نحن محتاجين أن نأقلم عمرنا على الوضع اللي هم فيه ما نحاول أن أقلمهم هم نعم إذن أستاذ أمن الحقيقة اليوم نحن في حلقتنا لهذا اليوم نطمح من برنامج مورا الوجوه بأن نشر الصحة النفسية الحقيقية والتي بالفعل أن تكون بالمستوى المطلوب وأن نثقف المجتمع ونوعي المجتمع بأهمية اشتراك دول إعاقة في شدة مجالات الحياة إن كانت المجالات الوظيفية إن كانت مجالات حتى إن كانت ترفيهية لكن اليوم في هذه الحلقة الحقيقة نود بأن نشر رسائل الحب رسائل السلام لأطياث المجتمع بكيف أن ندعم هذه الفئة وكيف بأن نسمح أو نفتح لهم الطريق فالكلمة الحقيقة اليوم لتشيئ إصطاد آمنة بأن نرسم الخطة الجميلة وخارطة الطريق التي نصل بها إلى بر الأمان ما نختلف على أن دولتنا تولي اتمام كبير بدول إعاقة وتسهيل كافة الإمكانيات لهم ومحاولة دمجهم في المجتمع وما يشوفون أن بينهم اختلاف يسرون كل الصعوبات في سبيل أن يأخذ هذا الفرد حقه في هذا المجتمع كثير من الحملات التوعية التي نسعى من خلالها أن نرفع وعي المجتمع حول هذه الفئة مواد مهم بالنسبة لأن المجتمع يدعمهم من ناحية إيجابية وليس الدعم السلبي ما ننظر لهم نظرات شفقة بالعكس أحيانا هذه المشاعر الزايدة ممكن تعتبر إساءة لذوي الإعاقة ما ترفع من قدراتها بالعكس تحطها وتشعر بأنه محتاج وأنه عاجز عن أداء المهام المفروضة يسويها فكثرة تقديم الدعم له ممكن تعتبر إساءة بالنسبة له لازم نوعي المجتمع ماذا نقول وماذا لا نقول في حق هذا المعاقب ومتى نقدم للمساعدة ومتى لا نعزف عن تقديم هذه المساعدة نعم كذلك بالنسبة لو أخذنا إلى محيط الأسرة فماذا تقولين أستاذ آمنة؟ اختعاش التقبل ثم التقبل ثم التقبل وما نحاول أميز الطفل من ذوي الإعاقة عن أخوانه أو أقرانه لأن مبالغتنا حتى في الاهتمام فيه هو يعتبرها تمييز حتى لو كان الهدف الخوف عليه أو الرعاية بحيث أنه خاصة للي عنده مشاكل صحية تلقين ولي الأمر أحيان أن يبالغ في الاهتمام في هذا الطفل بس هذا يزعجه وشايف أنه يميز عن أخوانه الباجين أستاذ آمنة بالنسبة لذوي الإعاقة فنصيحة أخيرة نحن نثق فيك ونثق في قدراتك ونثق أنك أتيت لرسالة معينة واجب عليك أنك تحققها الحكومة والمجتمع كله يثق في قدراتك ويعطاك كثير من الإمكانيات والتسهيلات التي من خلالها تقدر تثبت ذاتك وتثبت أنك قادر على أنك تأدي دور فعال في هذا المجتمع أستاذ آمنة زعبي خصائي نفسي ومدرب حيالك كل شكرا على توجه اليوم معي في برنامج موراء الوجوه شكرا لكم بزات الله خير مشاهدة الكرام بعد ما تابعنا محاور حلقتنا اليوم وفي تشكيل الصحة نفسية لذوي الإعاقة نذهب الآن إلى نصيحتنا لهذا اليوم ونعود لكم اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام بعد ما اتبعنا نصيحتنا لهذا اليوم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة قبل الختام أقول في بعض الأحيان يقال بأن من أكثر المشاعر سوءا هي عندما تغضب ولا تعرف سبب غضبك وفي نفس الوقت لا تعلم ما الذي يمكن أن يرضيك أو أن يهدئك في هذه الأوقات ويرفع التوتر لديك لمستوى لا تستطيع السيطرة عليه مما قد يجعلك ترفض نهائيا النقاش أو مشاهدة أي شخص أمامك مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج موراء الوجوه نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد ووجه جديد يستحق منا مناقشته على هذه الطاولة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة